السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله والسلام على رسول الله اخواتي اهلا وسهلا بكم فيديو جديد على القناة اليوم انا نقدم معكم جمعة من الافكار اللي ستساعدكم ان شاء الله بمناسبة سعيد الاضحى فاول فكرة اللي بغيت نتقسم معكم هي بالنسبة لهذه اللوبية هذه اللوبية الخضراء اه لكما كنت تعرفوا يعني هي كنتشتش شوية كاية وقت نقيا ديالها كمقاو نقيا وحيدة بوحيدة على هاتشكل كما كندير تماما قدمكم يعني كمقاو بسناكة كنقيا وحيدة بوحيدة فاول حاجة غندي نزحكم بها هي انكم تشريوا هديك اللوبية اللي تتكون مازالة بعدها كين شوية صغيرة ما كيكونوش فيها هاتوك الخيوطة كما اشتو انا روخها كنقيا كنحيدا دوك الرويصات مكيتبعني لخيط لاتشي حاجة اذا هاد اللوبية هدي راها صغيرة هاش غا تديرو غا تشدو هاكا ها اللوبية ديالكم كتشدو بزاف ديال الحباز وكتاخدو لموز هاكا يا ها وكتبدو تقطعو على هاتشكل هاكا كتساليو بسرعة وضغية اثني ضغية كتساليو ما تشتاخدلكم مقت نهائيا اه انكم تبقاو كتنقوا هاكا كوحيدة بوحيدة فقط هاكا يشدو الموز وقطعو له هادوك الرويصات اللي كيكونو في الاول وفي الاخير بالنسبة الفكرة الثانية هي بالنسبة للبصلة وكما كتعرفو هادا هاد القطعة هادي احنا عارفينها كنستعملو يعني اكسر يلخزو باطا طب اللي كنقوا بها اولا الخيار اولا فممكن انا نستعملوها ايضا حتى مع البصلة نشلو بها هاد بها الطريقة ارا هاكا تشلو لنا بسرعة كبيرة سببو تديرو مثلا طاجين سوا هاكا شلاطة اولا شي حاجة بالنسبة الفكرة الثالثة هاكايا الخبز مني انتبغو تحتفظو به في تلاجة غيتخرجو غيتخرجو من الفران يكون مازل سخون ديروه في واحد البلاستيك هاكايا او سدو عليه ومباشا رحشيو في الفريقو مني تتجبدو كتتجبدو كيقصغي شوية وكتجبد كيكون طريق ما كيبانش فيها بانه بعبدو لهذا اه بالنسبة الفكرة الموالية هي انكم مثلا فاش تخرجو اللطاتي لكم الفران تكونوا مثلا طيب تدخلتو في هاللحم وطلقها داك اللي دا ملسق لكم فما تديروش فيها المطايب وتكبو هاكاكم مباشرة فلاوابوين تشوفو ديك شحمة دابلكم الا لانهم من بعد غدي يجمد في القوات السلتحت وغدي يسبب لكم هاد الاختينيك ضروري كتديرو شوية المطايب وكتديرو مع هتيد كيف ممشتو وكتخلطو داك شيء وكتبو هاكا كما كيسبب لكم اختينا قليت شيء حاجة بالنسبة العودة تاني لهاد الفكرة هاديها هاد الماكينة هادي اول هاد الربوع هادة كنسحكم بها البنات لانهو زوين بساف كيشلد لنا الربيع ديه النبوح طريقة رهيبة وحنا كما كتعرفو فا يعني فالمناسبة لهاد كنحتاجه ربيع بزايا بخصوصا لناها كياء المدنوس فتديرو الكيمية يعني اللي بغيتو في هاد الربوع هادها اه اه وكتتحنوها بسرعة كيوجد لكم كيف ممشتو معايا اه هنا سماع انا راني تحنت جوجر بطاعة في دقة واحدة فبالنسبة لهذا الفكرة هاديها البنات هنا هي عندي اللحم اه مني كتغسلوه يعني كتبقى لكم هاديكا الريحة دي اللحم في اليدين وايضا في المكان اللي غسلتو فيه فكنتحكم انكم يعني من بعد المسادي وهكي تحكو يديكم شوية ديال تخت ديال القهوة وايضا تغسلوها كالفابو ديالكم كيخلي الريحة زوينة ما كتبقاش هاديك الريحة ديال لحم بالنسبة لبنات هنا هي عندي الفلفلية لبغتوا مثلا تشويوها ما توضعوهاش على البوطة مباشرة لانها كتوسخها وكتلق ديالك الكحولية ديالها وكتدخلو فيها كاك واحد القطيب ديال الشواء وكتوضعوها على هاد الشكل هاكاية كتشوي لكم بسرعة ما كتاخد لكم جحت الوقت وفيش كتبغوها كاكاية تقلبوها كتتقلبوها بواحد سهولة ايضا هالطريقة ممكن تديرو بها عن يحتد نجال هاكا كتشويو في هادك القطيب ديال الشواء وتبقى وتشويوها على هاد طريقة هادي كي يجي سهل حتى في تقلب ديالو كما كتلكم وكانت هادي يوم جمع الافكار اللي بتالبنات نتشارك معكم اتمنى ان شاء الله تكونوا سيفتم الفيديو ويكون للاعجاب ديالكم وشكرا لكم بزافة على حسنة تتبع ديالكم اتركوا لكم وعيد فيديو اخر ان شاء الله وعيدكم مبارك سعيد تعيدوا وتعاونوا تعيدوا وتعاودوا ان شاء الله بأجل جمل المتمنيات وإلى اللقاء اشتركوا في القناة